وعيد الربيع على النهار أحلى النجوم مع بوسي شلمي في الأوقات التالية على شبكة تليفزيون النهار أهلاً بكم مرة تانية معلقة أم هنية وأهلاً بكم مرة تانية يا عمضة المطبخ أهلاً بكم يا لولو أهلاً ببقى لولو دي أحسن الناس خلاص أشوف عليها حاجة عليك ولا أشوف ولا حاجة أنا تنميزك وابنك وخصتوا عليك لا 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 كانت مكالك لازم تشوفك لا ما أقدرش العلم على الحاجة وما ينفعش نجامل بعض أنت هتأكلنا ولا هنرغي كتير لا هنأكل هنأكل أهلاً هنفطر يعني أنا أهم شيء تقولي كده جامل عقباك أهلاً لا يتطاع عقباني في الأساسية لا إحنا تنميزك حسناً سيدي هنأكلنا كده جاملي يعني مش هنكمل مع بعض خمس عشر دقائق مش هنزود عشان برضو ما تجلتش لازم تبقى ما إحنا قلنا كده ماشاً يعني مش هتعيبك مني ولا هدايقك ولا أي حاجة خالص وعلى السريع كله على السريع مش هيكمل أقل من عشر دقائق إحنا سبيسي أه آه طبعاً صحيح كده يعني إيه أكتر أكلات بتحبها أنت شخصياً يعني ولاش تحبها كشغل أنت شخصياً والله أنا أصلاً يعني أنت طبعاً عارفوا أنا أكل في البيت أي حاجة بتكون موجودة بحبها و بكلها جميل عكسك يعني عكسي يعني معناها كده إنها بتتنك مثلاً على الأكل معاين يعني ولا يمش بيت إن الله حينسى بطور وحش في الأكل أنا هه جداً طب بلاش أنا يا سيدي يعني أنا علينا مرة اللعبة بس أنت أنت أهم شيء طبعاً الدم ده هي نازم تكون كده يا جماعة عشان بس لحات شفهم هو طبعاً أنا بنصدالي آآ لما بروح ألاقي فيه مثلاً حلة محشي في البيت آآ بتبع عندي إيه بتلاقي حلة محشي تعمل إيه؟ ببعيد عندي ببعيد عندي ببعيد عندك طيب ناخد آية من غربية يا آية مساء الخير ما تقنون إزاي حادثة كافية آية إزايك آية إزايك الحمد لله كل سنة وأنت طيبة وحضرتك طيب كنت عايز السلم على حضرتك قوي نعم كنت عايز السلم عليك قوي أهلاً بيك يا حبيبتي طب عايز السلم مش شيف علاقة في أكلها ولا حاجة؟ آآ كل أكلتك حلوة وإحنا بنحبها قوي طب علاقة بيعمل أكل حسن مني ولا اللي بيعملها حسن منه؟ اللي قعدونا بمعضية بقى آآ يعني كلكم بتعملوا الأكل أحسن من بعض يعني سلا وساء الله بسم الله بسم الله ماشاء الله عليك ربنا يحفظك يا ربي آية ربنا يحفظك يا حبيبتي وماشاء الله عليك وسلم كتير جدا على بابا وعلى ماما باشكورك وماشكر أهل الغربية شكراً لك يا حبيبتي طبعاً أم مصطفى معلش عليكم بقى ترفيرات فضل 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 أم مصطفى إزاي حضرتك ألو ألو أم مصطفى إزايك؟ إنسان الخليف شيف علاقة؟ أهلا بيك يا فاندي مسائل نور أهلا بيك إزاي حضرتك؟ الحمد لك ويس والله أهلا بيك دحت أمرك إزايك يا سيد أم مصطفى؟ ألو مننور حضرتك ولا أنا هزيل؟ الله يخليك إزاي حضرتك عاملة إيه؟ ربنا يبارك فيك يا رب سؤال حضرتك يا فاندي إنشاء الله هتنور السي بي سي بإذن الله الله يخليك يا سيد الكل ربنا يبارك في حضرتك نشوفك ورايب إن شاء الله إنشاء الله يشوفك ربنا نشوفك على خير يا رب ربنا خليك إيكي سؤال يا حضرتك لشيف علاق سيد المصطفى ربنا يبارك فيك أنتم الاثنين صراحة مش مخلينا عايزين حاجة شكرا جدا لك يا أم مصطفى مدام نوها أيوة أهلا بيك إزايك أهلا بيك يا فاندي أهلا بيك إتا وتفسر بيني حاجة فوق الوصف والله حاجة رائعة ربنا يا ستوريك إتني الصغير عنده ست سنين لفته يكلمك ده شرف لي يا فاني متفضلي متفضلي قلو 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 قالي مش شربين يا دي لا ديسني ص bastard إزايك يا حبيب قلبي فايسين الحظ والله انت أخبرك إيه محبك أول انت بابا على كلين أبي عجبك بس بتعمل أكل جبير أول بس بس بختلفت شوانا على أسبوع بشكونك جدا لجارسة شكرنا يا حبيب قلبي شكرا يا حبيب قلبي بشكركم جدا لك أتلاقي حظبك هل نرجع تاني ونتكلم على الأكل بتاعك أي أكثر أكلات بتحب تكلها وإيه أكثر أكلات بتحب تعملها وإيه أكثر أكلات بتعملها وحشة كثيرة أو أبقى حاجات وحشة أكيد خلينا نتكلم بصراحة أكيد يعني فيه حاجات كثيرة أبقى حملها وحشة توقعاتك كده ايه أمس عليك بس الأول حاجة كده بسيطة ما فيش طبلية هنا ولا؟ لا ما عنده لاش طبلية احنا لكم الحلة مش هل سألين بوادي والتواضع دي لازم طبلية وشات جرجيل وإيش حصل حصل كله موجود والله كله موجود بس يعني ايه على طول حالا ماشي قل لي هي كده حلوة قول جميل يعني كده عاكبك الموضوع طيب ماشي كده قل لي بقى ما تكملنيش ما احنا قلناك هنحب نفاجة كل حبايبنا وكل يعني ضيوف كرات النهار يعني لازم لازم نجملهم يعني مفاش كده الله عليه طيب كمل بقى قل لي على موضوع عاكباتك عشان نعرف الموضوع ماشي في ايه هو بصوا حضراتكم يعني انا عايز اقول لي سادة المشاهدين الشيف الناجح لما يكون بيعمل اي حاجة لو بعملها من قلبه اه لو بعملها من قلبه اه اه دايما في ستات البيوت بتوى زمان بقولوا ان الجزار ده سكنته حلوة اه لا ده نفسه حلو ايه ما معناها ما معناها ان الجزار سكنته حلوة ده ببقى بديك الحاجة وهو قلبه راضي عنها ومسامحك فيها غير الجزار اللي هو ببسك انته حلوة اللي هو عاز يقطى حطة اللحمة وترجع تاني اذا ما كان بغيل معنا صح دايما اي حد يبقى بعمل شي او بعمل حاجة هو راضي عنها هتطلع حلوة لكن لو انا بعمل حاجة غير راضي عنها اكيد مش هتوبة كويسة جميل حلم ايمان هلو طيب رامي شيف علاق اهلا بيك يا رامي ازايك منور الدنيا اي شيف علاق اي شيف علاق اخبارك انت ايه بجد والله انا مبسوط بيكو جدا النهاردة ومن ساعة ما شفت البرومو بتاع الدرنامج اي انا كنت راح لحماتي النهاردة لغيت الخروجة معاها ليه كده بس اتزعلها من انا كده وقاعد جايب ورع وقلم ومستنى كتب يا باشا انت احت عمرك في ايه خدمة تحت عمرك بس والله الاهم من انت تعمله اكله النهاردة يكف ان احنا عديد من اتعرف عصيرة الذاتية تحت شيف شيربين والله هو ده هدفنا بصراح يعني اهلا بيك ده هدفنا ممكن تكلمك من نفسك على طول شيف شيربيني ازايك يا شيف شيربيني بسان خير يا حبيب ازاي انا عايز اقول لك ان انا انا شخصية مهندس فكرت ان انا سيب الحندسة و اتفرغ بقى للمطبخ ربنا بلا mold h a a ف дня اكبر بخاطرك يا حبيب وبجد والله بجد بلاد荣ругоف يمنورين الشاشة يا رب دايما كده شكرون على التصوير مرسي لكم الكبير لا انا كذا سلم علي والله ممنح حبيبا ربنا خليك شكرا جدا اللي ا me نسمة يانسوس ازايك? ايه سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك ايه? تمام الحمد الله. طب منينا عليك. ايه رايك في حلقتنا النهاردة? جميلة جدا. و ايه رايك في وجودي شيف شربيني عندنا النهاردة? طبعا ده ننور الشاشة كلها وانا عندي 17 سنة وكنت عايز اقدم على البرنامج. طيب. انا ربنا خليكي حيبتي. ربنا خليكي وارقام التنفلات هنزل حالا على الشاشة لحد ذلك وتشرفين ان شاء الله. بشكرك يا ريزبة. جميل. طيب انا عملتك لغدا. مم. انت جايب الشوكة وسكينة? لا انا بص انا جايب لك العيش. البلدي بتاعك. واللمون بوعصفر. والشوكة والسكينة. ايه كيس? ممكن. تحب تغير عادتك والتقاليدك. انا عمي بتاكم بالايدك. وهتخلص. وهزبطك برده بحاجة تانية في التلاجة لسه بتسعع. كمان? ايه هي يا بقى. وهتكون بطيخ. والله يا بطيخ. برضو. شفت بقى? يعني. لعنى النهاردة احنا عادين في البيت. احنا فعلا عادين في البيت. اصلا هؤلاء حدقة لحاجة. بص. يمكن انا دي طبعنا. مش لوحد انا كل زمنا في قفلات النهار. البرامج بتاعتنا كلها ببنعملهاش بشكل روتيني قوي. يعني لو بسطت عندنا هتكشو من اول حد لحد لاخر حد طبيعة الكلام موجودة. برامج دينية. برامج اجتماعية برامج طبخ. احنا طبيعيين. مش بنحب نمثل في الموضوع. فانت النهاردة في بيت النهاردة انا بيقوله. فلازم يكون عندنا كده الموضوع يكون. النجح اللي هو باعتمدش على المنظرة. لا. احنا مش مش يعني. بيعتمد على المصدقية ما بيني وبيني المشاهد. مظبوط جميل. يبقى انسان طبيعي جدا. لا بارسم عليك ولا ترسم عليك. لا مش محتاجة خالص. يبقى لاخر الحجة. حجة سمرة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاك يا حجة. الله يسلمك يا فيب شربيني انا معجبة بك جدا. الله يبارك في حضرتك يا فانت. الله يمعجبة بك جدا اثان ايام الحياة وايام ما كنت بتيجي على بلدنا. اهلا بيك اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا كمان بنشيف علاء جدا. ربنا خليك يا فني ربنا. ربنا نجيبه مع الامهات. ربنا نستلها معاك يا فني. ربنا نتراكله. كلنا تحت عمرك يا فني. يا ربي يخليك والله الواحد مش عارف يقول لكو ايه. ربنا يبارك في حضراتك يا فني. ده طبعا مفضل ربنا يفضلكو يا فني. من حضراتكم بنشيف علاء. ربنا يخليك. البركة فيكم انتو اللي خلطونا اه كده يعني. انا زي والدات وانا بفرح اول ما بيجيب الامهات الكبيرة دي ويقول لها يا امي يا امي انا ببقى مبسوطة. طبعا امهاتنا والله ايه حاجة والله. والله طبعا. الحمد لله. ربنا يخليك يا ماما وطبعا هي دي حاجة ما هياش محتاجة ان يكون الانسان مننا يبقى كويش الشام بيقول لحد يا امي. لاني طبعا اللحة ربنا عليه وعداتنا وتقاليدنا من وحنا صغيرين. لما منشوف حد ماشى في الشارع. مسك شنطة بنشيلها منه كامه. ربنا يدرك لك يا ماما. ربنا يدرك لك يا ماما. شكر يا حاجة. الاحترام يا جماعة عندنا ما هياش حاجة جديدة. واحترام الانسان لنفسه قبل اي شيء. هي دي الحاجة اللي هلت ربنا عليها ببقى الكلامة لنحن المصريين والعرب بالذات عندهم الكرامة. والكرامة دي بينتج عالها حاجة جدا. الانسان مننا بيحترم نفسه بيحترم كل اللي قدامه حتى لو كان في الشارع مشال تقولوا قدام الكاميرا. وانا سدقوني ما بحبش يعني اللي يعرفتني شخصيا برا هو انا هو كده. والاي اختلف شوية حبت الدحك وحبت مسخرا. انا احب الدحك كده فبس هو الموضوع عندنا كده. وانا طبيعي يعني محبش يعني المجاملات كتير. طيب اااااا نرجع لك اشوف شربين. فضل. ااا كنت بتتكلم في ايه فكرني. انت بتتكلم على الاكل يعني. على الاكل. طيب. انا هطلعك برا الاكل. ماشى. وهريحك من قصة الاكل والشرب ده. وخلاص احنا عرفنا القصة الازاتية بتاعتك كمهنيا. صح? صح. هتخش بقى شخصيا. انت عايش. ما انت موزيع. لا انا مش موزيع. انا انا اصغر واحد في الدنيا. يعني انا اقل حاجة والله العظيم. انا النسب لك. يعني انا ابنك بمعنى كريم. قول لي باسد. عندك كم اولاد? ثلاثة. ما شاء الله. وعندك زوجتك ما شاء الله موجودة. الحاجة موجودة انا بقى تطول امره الصح. طيب. اكتر حاجة تحب تاكلها. ولما تيجي تاكلها بتنسى اللي قدامك. في البيت من ايدي حاجة. وممكن ما تيديش حد حاجة منها. ها الحاجة بتكون راضي علينا الجنونة ده كربطة كده حلو مع شوية تمحشي بحطوهم بقى في صنية. ما انا نغرفش بالباق عندنا في البيت زي ما انت عارف. اي. انا مش عارف كلهم هم. انا من الناس بلدينا عادي. احنا ناس بلدي جدا وناش شعبين جدا. والناس بسطرة. فاجمل حاجة عندنا بقى لما تكون حالة المحشي على النار. وهنا عاديين مستنيينها وجميناها شوية التطرشي وشوية المخلل. والحاجة تروح جابها من جوة وراميها قدام من هنا كده. من النار للحاجة. من قدر للنار زي ما بقولون. من النار للنار. طيب. اه. دي احلى حاجة عندنا. بتاع بناخد حافظ عشان ما يزعلشي. حافظ. احلى اتنين طالبينا. حافظ. هلو. طيب بناخد فايزة. ست فايزة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله بركاته. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بركاته. منورين الشاشة والله منورين الشاشة كلها. ده بوجود حددك يا فاندي برباني خاندي. نشترمك جدا يا سيف علاء. رباني خاندي. وانت رجل المشترم جدا جدا جدا. ده منزوق حدددك والله. انا اختي وكان نفسي نشترك انا والحاجة جميلة. يلا احنا فيها على طوض اركام تنزل على طوض حددتي. احنا فيها واتنورين عندنا اتنين وسبق. ده اتشرف لنا والله يا فاندي رباني خانديك تحت عمر. وبرضو الشيف الشربيني ده يعني على رأسنا من فوق. ده عمتك يا فاندي والله خليك يا فاندي والله والله وانت اخلاق عالية جدا وبنحترمك جدا. واكلك جميل جدا. ده اشرف لي يا والله يا ماما رباني خاندي ده منزوق حدرتك والله. نفسي نشترك معك والله از اي مسابقة. حالا احنا فيها يا زمايلي حاضر. انا واختي شطر اوي. ده شرف لينا وحالا زمايلي هتنزل لحضرتك اتنين مسابقة. عندنا مسابقتين. عندنا مسابقة اه كل يوم جمعة طبعا. اه بخلاف طبعا اه حلقة تحدي او حلقة النجوم اللي يشرفونه طبعا. عندنا مسابقة كل جمعة موجودة مع حضراتكم من الساعة واحدة ونص حد الساعة ثلاثة. وعندنا كمان مسابقة جديدة دي من كنور فاين فود باشتراك طبعا مع تلفزيون النهار. دي اكبر مسابقة الطبخة في مصر. دي الجهازة الاولى خمسين الف جنيه. والجواز الثانية طبعا بتبقى قيمة اجهزة كهربائية يعني زي الست دي و ال اي دي والموضوع كبير جدا اشتراك اللي تحبيه وتنورينا. طيب بشكر الجزء اللي صح حضر دك. اه كل اللي بسألولك دولات كله هو كل اهلنا اللي عادين بفراج وعلينا دي عزيني يعرفوه عنك. اه شيف شربيني انت بلك هتدي في الميديا